قهوة الإسبريسو في إيطاليا إيطاليا إذن تسعى لاعتراف اليونيسكو بإسبريسو كشراب يومي هذا الأمر أثار حفيدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تسعى إيطاليا للحصول على اعتراف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم اليونيسكو بطقوسها اليومية في شرب الإسبريسو في جميع أنحاء البلاد حسب صحيفة البريطانية The Times فيستهلك سكان إيطاليا البالغ عددهم 59 مليون نسمة يستهلكون نحو 30 مليون فنجان إسبريسو يوميا طبعا رقم رهيب وهي طقوس تساعد في بدء الصباح وتستهل بقية اليوم بلحظة من التعايش وفقا للمعجبين كما أن الإيطاليين يستهلكون نحو 5.9 كيلوغرام من القهوة للفرد سنويا ويأتي هذا على خلفية صراع عبر العالم على أنواع عديدة من الأطعمة مثل ما يحدث مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى الاستحواذ على عدد من الأطعمة على غرار الفلافل لفردها على أنها طبق يهودي كما قررت جامعة فلورانس منح أول دورة دراسية في إيطاليا للحصول على درجة الماجستير في كل ما يتعلق بالقهوة بمسعى لإضفاء جدية الأكاديمية على المشروب الذي يحتل مكان بارز في الثقافة الإيطالية ويعتبره مواطنوها طقسا لاغن عنه كل صحيح